النهاردة عندنا ايه؟ النهاردة موسم بلا جدول يعني ايه؟ تخيل حضرتك ان حتى هذه اللحظة حتى اللحظة اللي انا بتكلم مع حضرتكو فيها لا يوجد جدول للموسم القادم موسم من المفترض ان يبدأ يوم 16 اكتوبر المقبل يعني كمان يمكن اقل من اسبوعين خلاص؟ والحد دلوقتي قرعة الدوري لم يتم اجراءها حاجة غريبة بالنسبة لي لكن انا طبعا بشكل شخصي بثق في اداء رابطة الاندية المحترفة برئاسة النائب احمد دياب اكتهدوا الموسم اللي فات وعملونا شكل مختلف في اول تجربة ليهم لادارة مسابقة الدوري الحقيقة فهتقول لي طيب انت طالما واثق بتتكلم ليه انا واثق اه ولكن انا اتمنى انا شفت حاجة كويسة السنة اللي فاتت اتمنى السنة الجاية يكون الافضل دائما موجود اتمنى ان السنة الجاية لما نيجي نتكلم ما نتكلمش عن ارتباطات بيتم تأجيلها او دوري بيتم تأجيله زي ما شفنا بلكده في امور اخرى حصلت للموسم اللي فات لانه برضو كلنا منتظرين او نادل اهلي تحديدا منتظر جدول الدوري لانه مرتبط بحاجات كتيرة جد مش فكرة انا هلاعب مين ولكن فكرة تحضيرات كثيرة جدا دائما بتكون مرتبطة بجدول المسابقة وتوقيت المباريات بالمناسبة وحسب التصريحات الصحفية مبارح للواء ثروة سويلم عضو الربطة قال ان القرعة هتكون قبل يوم سبعة في الدوري عشان الدوري العام طب هل ده وقت كافي يعني عندما يكون يوم سبعة قبل يوم 14 الدوري فيبقى قبلها بسبعة ايام طيب هل ده ممكن هل ده وقت كافي وسؤالي لحضراتكم وخلينا نتكلم انا دايما بحب تناقش هل الموضوع ده حقيقي ولا لا انا عندي ماتش في الدوري ابطال افريقي وعندي سفر لتونس وبعد كده انا نادي كنادي اهلي عاوز اعرف مواعيد مبارياتي فين والمنافسين بتوعي مين لانه بتختلف فهتقول لي يعني ايه هقول لي حضرتك لما يبقى عندك الاربع خمس مباريات الاولى ضد اندية صعبة في الدوري كل الاندية صعبة وكل الاندية ولكن من الناحية الفنية انا بتكلم من الناحية الفنية يعني لو في اول مباراة هتلاعب اكس نادي مباراة غير لما تلاعب فريق اقل منه مثلا يعني انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما حدش اول الكلام الاعداد دائما بيكون مختلف يعني ايه الاعداد بيكون مختلف يعني انا حضرتك جاي النهاردة علشان او الاسبوع الجاي عندي مباراة الاهلي بيلاقي النادي الاسماعيلي الاهلي بيلاقي نادي الزمالك الاهلي بيلاقي نادي بيراميدز انا هتكلم عن الاندية اللي بتلعب او الاربع خمس اندية اللي كانوا في المربع الدهبي السنة اللي فاتت طبعا الاسماعيلي ما كانش منهم لكن فيوتشر هل لما تلعب الفرق دي زي ما هتلعب الفرق اللي كانت اقل في الترتيب لا طبعا فبالنسبة لي لازم حلل المنافس اللي قدامي لازم اعرف الاحمال التدريبية هتكون ازاي ولا انا لازم اتفاجئ يعني اللي هو اصحى من النوم الصبح هلاقي يا جماعة احنا عندنا قرعة الدوري كمان اسبوع الاهلي حيلاعب الزمالك مثلا في اول مباراة لانه اللي تقال ان القرعة لن تكون موجهة وبالتالي من الممكن جدا جدا ان انت تجد اول مباراة اهلي وزمالك زي ما لعبت السنة اللي فاتت الزمالك الاسبوع التالت فما فيش قرعة موجهة ان القرعة زمان كانت ايه ان الاهلي والزمالك اخر مباراة في الدور الاول واخر مباراة في الدور التالي لكن دلوقتي لا دلوقتي القرعة بتتلعب او بتتعمل ويطلع زي ما يطلع الاهلي يلعب الزمالك اول مباراة الاهلي يلعب الاسماعيلي تاني مباراة الاهلي يلعب فيوتشر مثلا تالت مباراة الاهلي يلعب بيراميز رابع مباراة اوكي بقى هو ده اللي حيمشي طيب لما اجي اعمل اعداد انا كمدير فني او كنادي اهلي لما اجي اعمل اعداد لهذه الفرق زيها زي بقى لا بتبقى الامور اقل شوي وبعيدا عن تسمية اي نادي مصر يورجين كلوب في ليفر بول بيبقى عارف من بدري اوي منافسينه او منافساته طول الموسم والتوقتات وايام الراحة بين المباريات وفترات التوقف وبالتالي اكيد بيبقى عارف القرعة بقعته بيلعب مع من مانشستر سيتي ولا مانشستر يونايتد ولا ارسنال وتوتنام وتشيلسي وراء بعض تخيل ان الفرق دي كلها وراء بعض ليفر بول بيلعب الفرق دي كلها وراء بعض اكيد الاحمال التدريبية هتختلف على فكرة ده كلام واقعي وعلمي وله فلسفة وله دراس ولو المنافسين يعني مختلفين في ترتيب مبارياتهم بيكون فيه تعامل مختلف من يورجان كلوب وجهازه المعاون انها مش قبلها باسبوع حضرتك تفاجئني وتقول لي يعني هنعمل واحد اتنين ثلاثة او المباريات او القرعة هتبقى واحد اتنين ثلاثة اشتركوا في القناة